بواقع 12 مليون بينهم نحو مليون ومئتي ألف تلميذ توجهوا إلى مدارسهم عن طلاقة العام الدراسي الجديد وسط تحديات وعواق تتكرر كل عام ومنها نقص الأبنية المدرسية والتي ينجم عنها اكتظاظ الصفوف بالطلبة وزارة التخطيط من جانبها قدرت حاجة العراق إلى 12 ألف بناية لإنهاء ظاهرة الدوام المزوج والثلاثي فيما لم ينجز سوى 331 مدرسة في بغداد والمحافظات بسبب فساد العقد الصيني الخاص ببناء المدارس والذي أحيل لشركات ومقاولين ثانويين مقابل نسب من الأرباح رغم مرور أعوام على توقيع العقد حيث اعترفت لجنة التربية النيابية أن معدل إنجاز المدارس ضمن الاتفاقية لم يتجاوز العشرة بالمئة وهما يعيق تطور العملية التعليمية بحسب المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد الأبنية المدرسية ليست وحدها هي المشكلة حيث كشفت وزارة التخطيط عن وجود فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بنحو تسعين ألفا موزعين بين رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية وهو ملف سرعان ما استغل لصالح الدعايات الانتخابية بعد خضوع عمليات نقل المدرسين من وإلى مراكز المدن والأرياف تبعا للرقعة الجغرافية للمساومات المالية والاستغلال السياسي بعيدا عن معايير الكفاءات العلمية وهم أقرت به نقابة المعلمين التي طالبت بإبعاد المحسوبيات عن القطاع التعليمي من جهتها أكدت منظمة والأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بأن إجراءات إغلاق مخيمات النازحين وما يتعلق بها من خدمات تربوية تهدد من قطاع 150 ألف طفل عن المدرسة مؤكدة وجود 600 ألف طفل بحاجة للحصول على التعليم مع انتشار ظاهرة العمالة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة لدى آلاف العائلات العراقية التي رسخت ظاهرة التسرب من المدارس والتي تخدم في النهاية أحزاب السلطة التي تدفع نحو التجهيل المجتمع بما يخدم مصالحها ترجمة نانسي قنقر